السلام عليكم ورحبا بكم في درجة جديد من دروس علوم الحياة والأرض الخاص بالوحدة الأولى علم البيئة كنا نبدينا في الفصل الأول وشفنا بعض تقنيات الدراسة البيئية وقسمناه إلى مجموعة من الأنشطة شفنا في النشاط الأول بعض تقنيات الميدانية للدراسة البيئية نشوفه الآن نشاط ثاني اللي هو متعلق بالدراسة الإحصائية للأوساط البيئية هات نشاط ثاني في خدمة شوية دون قد نقسمه إلى جزئين وغد نشوفه نختار حولكم محاور التالية محور الأول اللي هو خاص بالدراسة الإحصائية للنباتات فهالدراسة الإحصائية للنباتات ماذا يعني بالدراسة الإحصائية ثم نقسمها إلى محورين جديدين لهم تحديد مساحة الجرود كيف يمكن أن نحدد مساحة الجرود ثم سنرى بعد ذلك استثمار يعني استغلال نتائج الجرود وكنتوقفه في الجزء الأول من هذا النشاط الثاني عند استثمار نتائج الجرود كنكملها في الجزء الثاني من نفس النشاط وغد نشوفه بالإضافة إلى استثمار نتائج الجرود عند النباتات أو ما تبقى منها الدراسة الإحصائية للحيوانات ونشوفه أيضا كيف يمكن أن نقوم بالجرد عند الحيوانات إذن بعض تقنيات الجرد عند الحيوانات وننهي باستثمار نتائج الجرود إذن قلنا قد نبدأ بالمحور الأول وهو الدراسة الإحصائية عند النباتات ونبدأ بتحديد مساحة الجرود فالمعروف هو أنه من غير ممكن أن نجرد بمعنى أن نحصي جميع النباتات التي تعيش داخل كل مساحة الوسط مدروس لماذا؟ لأنه واسع جدا ومساحة جد كبيرة هذا يعني بأن عدد نباتات كبير جدا ماذا نفعل؟ فنلجأ إلى اختيار محطات صغيرة داخل نفس الوسط وفي الأخير نعمم النتائج محصل عليها على كل وسط المدروس ونسمي كل موقع صغير ننجز داخله إحصاء الكائنات الحية بالجرد لا تفهموا هذه العملية نفترض بأن هذا الإطار يمثل غابة فهذه الغابة نفترض بأنه عندها هكتارات عديدة في المساحة فلا يمكن إنجاز دراسة داخل كل هذه المساحة كيف نفعله؟ نأخذ مواقع صغيرة ومتفرقة داخل كل هذه الغابة نسمي كل موقع جرد يعني رeleفة فنسمي الموقع الأول رولة 1 ثمر 2 R3 R4 R5 R6 R7 ور 8 Outgame ممكن نختار أكثر أو أقل من عدد هذه المواقع حسب المساحة الآن باش نقدرو نعمو هذه النتائج فالمفروض هو ماذا؟ أن تنجز الجرود داخل مساحات موحدة ونسميها المساحة الدنيا للجرد إحنا لاش كنتكلم الآن على دراسة علمية للنباتات الموجودة في المنطقة وهي دراسة إحصائية فباش نقدرو نعمو النتائج على كل المساحة ونحن مخدمناش كل المساحة درنا فيها فقط بعض المواقع الصغيرة فالمفروض توحيد المساحة ونسمي هذه المساحة الموحدة لجميع الجرود بالمساحة الدنيا للجرد وقالنا السؤال كيف يمكن أن نحدد المساحة الدنيا للجرود؟ إذن طريقة تحديد المساحة الدنيا للجرد يتم تحديد المساحة الدنيا للجرد باعتماد تقنية التربيع حيث يتم الجرد داخلها مساحة صغيرة وهي 1 متر مربع بطبيعة الحال هذا 1 متر مربع تقدر تكون كافية تقدر ما تكفيش فماذا نفعل؟ نستمر في إضافة نفس المساحة وهي كم 1 متر مربع إلى غاية عدم ظهور أي نوع جديد نحن لا نتكلم على الأفراد نتكلم على الأنواع إذن قلنا العملية بسيطة باستعمال حبال وأوتد نقوم بتحديد مساحة 1 متر مربع نجبنا 1 متر مربع هي طول 1 متر والعرض أيضا 1 متر قلنا باستعمال حبال وأوتد ثم نضيف مساحة جديدة هي نفسها 1 متر مربع بالقرب منها وفي تماث مباشر معها ثم مساحة جديدة دير 1 متر مربع ثم مساحة جديدة إلى مثلا درنا المساحة الأولى والثانية والثالثة ولقينا بأنه ديم عندنا أنواع جديدة تظهر نضيف المساحة الرابعة إذن قلنا لدينا المجموعة هنا المساحة الإجمالية هو كم؟ هو 4 متر مربع ثم نستمر في هذه العملية إلى غاية مدى؟ إلى غاية أن لا نجد أي نوع جديد فأنا أعطيه 200 متر المتر اللي عندنا هو التالي عندما قمنا بإنجاز مساحة 1 متر مربع فكان لدينا عدد الأنواع وفقط 4 ضفنا مربع جديد بـ 1 متر مربع والتي لدينا المساحة هي 2 متر مربع والتي لدينا عدد الأنواع هو 12 إذن زاد عدد الأنواع نستمر 4 متر مربع وليس لدينا 15 8 متر مربع 16 نوع 16 متر مربع فيها 16 نوع و32 متر مربع فيها 16 نوع فالذي يظهر انطلاقها من الجدول هو ماذا؟ إذا أريد أن نعرف المساحة الدنيا اللي يشارد انطلاقها من الجدول هنا لو لاحظت كل ما زدنا المساحة من 1 إلى 8 أمطار مربعة ما الذي يحصل في عدد الأنواع يزدد ولكن بعد 8 متر مربع ما الذي يحصل في عدد الأنواع يتوقف عدد الأنواع عن التصاعد بمعنى أنه لا نجد أي نوع جديد رغم زيادة المساح ف8 متر مربع سنعتبرها هي المساحة الدنيا للجرد ويمكن أننا نحول الكل إلى مبيان المبيان في محور الأفاصيل مساحة الجرد بالمتر مربع وعندنا في محور الأراتيب عدد أنواع عليك درنا عدد أنواع في محور الأراتيب لأنها هي التي ستغير حسب مساحة الجرد فكندروا النقاط اللي لقينها مثلا في مساحة 1 متر مربع القينار بعدي الأنواع درنا إسقاطات والتقاطع طعام هنا هات النقطة ثم النقطة الثانية الثالثة الرابعة خامسة والسادسة وكندروا المنحنة الذي يربط بين هذه النقطة فالذي يظهر أن في هذه النقطة الذي يحصل بعدها هناك استقرار في عدد الأنواع فنعتبر بالتالي أن المساحة الدنيا للجرد تبلغ 8 أمطار من بعد ما درنا تحديد مساحة الجرد وسمينا المساحة الدنيا للجرد ماذا نفعل بهذه الأعداد للأنواع التي وجدنا؟ فيتم استثمار نتائج الجرد في استخراج مجموعة من المعاملات أولها معامل وفرة نعطيه تعريف لمعامل وفرة هو ماذا؟ هو عدد أفراد نفس النوع تاخل وحدة مساحة أو حجم وحدة مساحة التي نتكلمه على وسط اليابسة كالغابة أو الحجم التي نتكلمه مثلا على الضايا أو وسط مائي لأنه لديه ثلاث أبعد المعامل الثاني هو معامل السيادة شنو عدنا مع معامل السيادة؟ المساحة المغطاة من طرف الجهاز الهوائي شنوه الجهاز الهوائي؟ وهو اللي أخذينا الشجرة أوراقها وفروعها تشكل جهازها الهوائي إذن المساحة المغطاة من طرف الجهاز الهوائي لجميع أفراد نفس النوع إذا أريد أن ندره مقارنة بين هذه المعاملات معامل الوفرة يمثل عدد أفراد نفس النوع داخل المساحة والحجم ومعامل السيادة هو كبير بأنه العكس دير وعوض أن نبحث عن عدد أفراد اللي كانوا في المساحة ندره العملية بالعكس لها نقلبه عن المساحة التي يتم تغطيتها من طرف جميع أفراد نفس النوع وبالتالي يظهر بأن المعاملين متداخلين لهذا نخرجه معامل جديد وهو معامل الوفرة السيادة فهذا المعامل عندنا استعمال سلم ديل براون بلونكين فهذا السلم هو كيعطينا فقط تقدير لمعامل الوفرة السيادة سلم براون بلونكين يقترح الأشكال التالية إذا كان عندنا مساحة إجمالية ديل الوسط التي ندرسه وسط غابوي مثلا هذه المساحة الإجمالية ديله فعدد المربعات التي تظهر هو خمسة من مئة مربع بطبيعة الحال هنا ممكن قد رجدرها داخل الغابة ولكن طلاقا من الملاحظة فقط يظهر بأن عدد المناطق التي يحتلها هذا النوع النباتي هو قليل جدا مقارنة مع المساحة الإجمالية للغابة كيف نعطيه خمسة في المئة تتصعد هذه المناطق للتواجد النوع النباتي وتغطيته للمساحة الإجمالية فتصل إلى عشر في المئة ثم خمسة وعشرين في المئة ثم خمسين في المئة خمسة وسبعين في المئة وتسعين في المئة بطبع الحال هذا يتم بطريقة التي هي تقديرية فقط وكيعطينا الجدول التالي فهذا الجدول إذا كانت نسبة تغطية من خمسة وسبعين في المئة إلى مئة في المئة فإن معامل الوفر السيادة كنعطيه المعامل خمسة ونعطي تقديرا لقيمة الوفر نقول بأن هذا النوع النباتي المدروس هو نوع سائد يعني أنه موجود بكثرة جدا داخل هذا الوسط وهو يميز هذا الوسط من خمسين إلى خمسة وسبعين في المئة من تغطية معامل أربعة بنسبة الوفر السيادة نفس الميزة للنوع النباتي ونوع سائد من خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة فهو معامل ثلاثة وهو أيضا نوع سائد إذا كان لدينا نسبة تغطية من عشر إلى خمسة وعشرين في المئة معامل الوفر السيادة هو فقط إثنان وهو نوع وافر بمعنى أنه موجود من خمسة إلى عشر في المئة معامل واحد نوع متوسط الوفر أو متوسط التواجد وأقل من خمسة في المئة معامل الوفر السيادة هو صفر أو نربز له أيضا بزائد يعني أنه فقط هذا النوع هو موجود ولكن ليس بكثرة هو نوع ضعف جدا نحن نتكلم على هذا الحال الذي عندنا هنا المعاملات السابقة التي رأيناها لي معامل الوفر والسيادة والوفر السيادة هي معاملات أقل قيمة وأقل استثمارا من المعاملات الجديدة أهمها التردد لفريكونس الذي نرموز له بأف واللي عنده هذه الصيغة الفريكونس أو التردد هو ماذا؟ هو عدد الجرود المتوفرة على النوع على مجموعة الجرود المنجزة في مئة مثال إذا كان لدينا مثلا نوع نباتي نسميها ودرنا عشر جرود وهذا النوع A موجود فقط في ثلاث جرود جرود منسوش بأنها هي المناطق التي قمنا بها المناطق الصغيرة التي قمنا بالجرد داخلها فتكون F مساوية لكم؟ ثلاثة على عشرة في مئة سهلا المعامل الموالي وهو معامل التردد IF أنديسو فريكونس لماذا نبحث عن معامل التردد؟ لأنه تعبر قيمة التردد عن بعض خاصية النوع النباتي المطروس لكن الإشكال هو محدودية هذه القيم محصورة داخل المجال في نظركم ما هو المجال اللي عندنا ديال جميع الترددات هو من سفر إلى مئة في المئة فبالتالي يتم توزيع الأنواع النباتية إلى خمس فئات فما لك لقوا التردد خاصتنا نجد معامل التردد بش كنخرجوا ميزة هذا النوع النباتي أو خاصية النوع النباتي المدروس المدروس لما كتبانش مباشرة من التردد بل داخل فئات معاملات التردد هذه الفئات اللي عندنا هي كالتالي الفئات تعتمد على التردد وقيمة التردد ثم نخرج إي آف لهو معامل التردد ونستخرج ميزة أو خاصية نوع النباتي فإذا كان لدينا التردد أسقر قطعا من 20% فإننا نرمز لمعامل التردد بالمعامل واحد ونسمي هذا النوع النباتي بعرضي هناك تبان الأهمية دين معامل التردد ماذا يعني بعرضي أو أكسيدونتل بمعنى أنه موجود في الوسط بشكل فجائي وصدفة فقر فهو يفترض وجود دروف خاصة من مناخ وترباء إلى غذل لا تتوفر داخل هذا الوسط بأكمله إذا كان لدينا معامل تاني أو تردد تاني محصور بين 20% و40% ولاحظوا جيدا هذا أصغر قطعا هنا عدنا أصغر من أو يساوي هنا عدنا أصغر قطعا إذا كان محصور بين 20% وأصغر قطعا من 40% فإن معامل التردد هو إثنان ونسمي النوع النباتي بأنه تابع لأي شيء تابع لظروف تم خلقها داخل الوسط وبالتالي النوع الأول أو معامل أو المعامل التاني هذه النباتات لا تميز الوسط لأنها فقط موجودة بشكل وهو يتبع خاصيات معينة وظروف لا تتوفر داخل كل الوسط المدروس الفئة الثالثة هي الفئة التي تضم جميع أنواع النباتية التي ترددها محصور بين 40% و60% أصغر قطعا من 60% إي آف أو معامل التردد هو ثلاثة ونسمي النوع النباتي بأنه متوسط التواتر بمعنى أنه متواجد بشكل متوسط وميزة أو خاصية داخل هذا الوسط أن تمكننا من القول بأن الوسط في تطور التطور لا يعني دائما بأنه تطور إلى الأمام بل يمكن أن يكون تطورا إلى الخلف أو تراجع ثم عندنا الفئة الرابعة هي التي ترددها محصور بين 60% أو 8% معامل تردد أربعة والنوع هو متواتر بمعنى أنه متواجد ثم المعامل الأخير أو الفئة الأخيرة ترددها محصور بين 80% و100% معامل ترددها هو خمسة والنوع هو جد متواتر وقد نخضو هذه النوعين فقط الأخيرين هم الذين يميزان الوسط حلاش غابة بلوطفلين بالمغرب هذا لا يعني بأن داخل الغابة فيها فقط بلوطفلين هناك أنواع كثيرة من النباتات ولكن البلوطفلين متواجد بشكل كبير جدا بمعنى أنه إما ستلقاه في المعامل أربعة أو المعامل خمسة لذلك نكمل الجزء الأول من النشاط الثاني ونستقف فيديو الخاصة بجزء الثاني من نفس النشاط شكرا 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 شكرا